موسيقى بشغف اللهو والفرح والبحث عن المفاجآت تهافتت هذه الجموع من كافة الأعمار والمستويات إلى صالات فرينس أرينا في العاصمة السويدية ستوكهو يفتشون عن ما هو جديد في مهرجان عالم كوميكون جيميكس الشيق والذي انطلقت فعالياته قبل عدة أعوام تحت مسمى جيميكس فلسنوات تربعت الإلعاب الإلكترونية على عرش هذا المهرجان الضخم وأجريت هذا العام تغييرات من قبل المنظمين له ليشمل جميع أنواع الثقافات الشعبية أو ما يعرف بالبوب كالتشر التي يدخل تحت عباءتها الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وقصص الرسوم المتحركة ومن المقدر أن يصل عدد زواره إلى 40 ألف زر وقصص الرسوم المتحركة يعني أن يساعدنا من سلطخين منه تفرقين من سلطخين المتحركين من المتحركة التجاه من المتحركات الشعبية من أفعاليات من قصص الرسوم المتحركة بحينا في شهر والمتحركات ومنظم تحت الكثير من معلومة من ألف شخصari زر إلى خلاص من المتحركات معnehmer من المتحركين، من مُتحركة خلاص كعبين في مهرجان كومي كون جايماكس تستطيع أن تلتقي بشخصيتك المفضلة والتقاط الصور معها فبروح الفكاهة يسارع الزوار باختيارهم للأزياء لتقمص الشخصيات التي يحبونها في محاولة لمعايشتها ويندرج ذلك كله تحت سقف ما يسمى بالغوز بلاي وهو تقمص شخصية من الأنمي أو المانغا أو الألعاب الأنمي هي الرسوم المتحركة اليابانية أما المانغا فهي القصص المصورة حيث ربعت قصص الرسوم المتحركة على عرش الثقافة الشعبية وساهمت بشكل كبير في نموها وتطورها وربما كان الزوار مخبضون بتواجد عدد من الرسامين الذين أثروا المهرجان بتلبية طلباتهم برسم الشخصيات التي ساهموا بخلقها ممزوجة بتواقعهم فشخصية هيرمان هيدنك الكرتونية الفكاهية المألوفة لدى السويدين جاءت لتعيد عقار بالزمن إلى الطفولة بهذا المهرجان أمذة من الجميع المتحركة الجميات لدى السويدين ويدخيات تجتبها هيلة تطورها أمذة من مكاتjat في fin مكاتس المتحركة سوف تتحدث عن خطورها أمذة من التباطيات المتحركة الجمال الساهمية وأصب الحق من المتحركة أنت في قصرحي كنات على مفتاح. فلنحض في كل مفتاحة مغرق. عندما يحدث عن مفتاحة أي المعارضة. فهو ممتاحة لذلك. فأنا نبدأ هذا في حالات مرة أخرى. فهو أرى ماهر. لكن لكنه هم جدد أنه ممن ثقافي. فأنا نجد أن أحضره هلل الأن. ألم لا يشكرني أنه. جيداً، أنا أحباً واضح أن هؤلاء الفتية حريصون جداً على اقتناص الوقت بالتناوم فيما بينهم للتسلية واكتشاف ما هو جديد ومثير في عالم الإلعاب الإلكترونية التي لم تطرح في الأسواق السويدية العامة حتى الآن فنهم البحث عن التسلية واكتشاف كل ما هو مميز في عالم الإلكترونيات جعل الزائرين مستمرين لساعات طويلة غير آبيهين بماضي الوقت طالما أن الترفيه والتسلية وكل ما هو جديد حاضر أمام عينهم في شاشات صغيرة كما يعد هذا المخرجان فرصة للجامعات لجذب الطلبة الراغبين بتعلم برمجة وتصميم الإلعاب الإلكترونية وهو مجال مزدهر بشكل ملفت في مملكة السويد موسيقى 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 ظفر إنه يمكن أن تكون مفرعاً بالمشاكل معقدات وأن يمكن أن تكون مفرقاً وكي يمكن أن تكون مفرقاً ويجب أن تكون مفرقاً ولكن هذا يبدو مفرقاً ولكنه يمكن أن يكون مفرقاً ويجب أن تكون مفرقاً ليس من الغرابة القول إن شغف المعجبين بالثقافة الشعبية أو الـ Pop Culture جعلهم يتخذون من شخصياتها الخيالية قدوا لهم وقد يستمتون بالدفاع عن تصرفاتها الخيالية في مناقشاتهم لدرجة ان احدى قاعات المهرجان ضجت باصوات الشغوفين بشخصيتين باتمان ام سوبرمان حينما فجر سؤال طرح للنقاش عن ايهما الافضل باتمان ابرو هو افت كويدلاستون سيكس كويدلاون تلز ومن الملفت القول ان الثقافة الشعبية تدر أرباحاً ببلايين الدولارات على الشركات المصنعة لها حيث وصل الاهتمام بها الى جعل بعض العامة لان يتخذوها مصدراً غزقاً لهم اشتركوا في القناة هذا هو لا أفضل حاليا ولكنه في سنواتي سحمق من كانت خلاله من نظامه من الذي يسمى بجرن أرمغرا لأننا نجمع الكثير من في السنوات وشاهدنا كن раскوك ونحن نحن أجل التعالي من منذ الوضع وأنا أحضر الفكاته لأنه مجردé لأنا أريد حديد الإنوان بقيد للمرة تقاليدة اصحاباتي وطكن ق heinاغتها عندما أصبح سنوات واقدر غير مقبولة أحب للمستارترق أحب الأفضل أحب كل الفيديو والصامبائي أيضاً من الفيديو وأحب أيضاً الإلكترونيكس إذا أحبك ذلك، ستحصل على بعض الواقع يجز بالقول أن البوب كولتشر أضحت الصديق الحنيم للجميع في هذا العالم الذي بات قرية صغيرة ينشد سكانه كل ما هو جديد في بحر التكنولوجي وبخاصة تلك التي تزين وقت الفراغ بالمتعة والإثارة ولعل الماخذ الذي قد يسقط عليها أنها قد تصل بالشغفين بها إلى رصيف الهوس الأمر الذي قد يغرق الآخرين بالسلبية على الرغم مما تقدمه من متعة وتسليم أمار سعد لبرنامج مراسلون الشرقية ستوكولم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر